طلابنا الأعزاء، طلاب المساري التكنولوجي، الصف 11، مادة حلوم الحاسب نرحب بكم في درس جديد من دروس الوحدة الأولى، هياكي البيانات، ودرسنا اليوم بعنوان القوائم الجزء السابع تعلمنا في الدروس السابقة، تعريف القائمة، الصيغة العامة لتعريف القائمة إنشاء قائمة مثال 1، 2، 3، الوصول إلى عناصر القائمة استخدام الدوال مع القوائم وتعرفنا كذلك على المزيد من الدوال المستخدمة مع القائمة وهذه الدوال هي دالة append ودالة remove واليوم سنتعرف على الدوال count, sort, reverse نستعرف أهداف درسنا اليوم، وهذه الأهداف هي الهدف الأول استخدام الدالة count في حساب عدد مرات ظهور عنصر داخل القائمة الهدف الثاني فرز عناصر القائمة باستخدام الدالة sort الهدف الثالث عكس عناصر القائمة باستخدام الدالة reverse نبدأ بالهدف رقم 1 استخدام الدالة count في حساب عدد مرات ظهور عنصر داخل القائمة العملية هي list name اسم القائمة dot count اسم الدالة ومن ثم أقواز دائرية وبينها العنصر وهو x وصف هذه العملية تحسب عدد مرات ظهور عنصر x داخل القائمة إذن عملية count تقوم بحساب عدد مرات وجود عنصر محدد داخل القائمة والآن نستعرض معا مثال رقم 11 لكتاب مدرسي صفحة 21 grade لتعريف القائمة يساوي ومن ثم أقواز مربعة بينها العناصر يفصل بينها الفاصلة print grade لطباعة عناصر هذه القائمة ثم y متغير يساوي grade.count 100 لحساب عدد مرات ظهور عنصر 100 داخل هذه القائمة ثم طباعة المتغير y الذي يتم تخزين فيه عدد مرات ظهور العنصر x والآن ننواح لتنفيذ البرنامج في بداية يتم طباعة القائمة على الشاشة ومن ثم يتم طباعة ناتج حساب عدد مرات ظهور العنصر 100 على الشاشة وهو 1 ننتقل للهدف رقم 2 فرز عناصر القائمة باستخدام الدالة sort العملية list name وهو اسم القائمة dot sort دالة الفرز وبعدها أقواز دائرية فارغة وصف هذه العملية فرز العناصر في القائمة إذن عملية sort نقوم بترتيب عناصر قائمة صعوديا أي من الأصغر إلى الأكبر مثال رقم 12 بالكتاب المدرسي صفحة 22 في بداية نقوم بتعريف قائمة باسم grades ثم بعد ذلك نقوم بطباعة عناصر هذه القائمة على الشاشة ثم يتم تطبيق دالة sort لفرز عناصر قائمة فرز تصاعدي وبعد ذلك نقوم بطباعة عناصر قائمة على الشاشة بعد إجراء عملية الفرز والآن نلاحظ الناتج على الشاشة الطباعة الأولى خاصة بطباعة عناصر قائمة على الشاشة الطباعة الثانية خاصة بناتج عملية sort أي بعد فرز عناصر قائمة فرز تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر ننتقل إلى الهدف الثالث من درسنا اليوم وهو عكس عناصر قائمة باستخدام الدالة reverse العملية list name اسم القائمة dot reverse اسم الدالة ثم أقوات زائرية فارغة وصف هذه العملية عكس عناصر القائمة إذن عملية reverse تقوم بترتيب عناصر قائمة عكسيا والآن نستعلق مع مثال رقم 13 بالكتاب مدرسي صفحة 22 في البداية نقوم بتعريف قائمة باسم grades ثم طباعة عناصر هذه القائمة على الشاشة باستخدام الأمر print ثم نقوم بتطبيق دالة reverse على هذه القائمة وبعد ذلك نقوم بتطبيق القائمة على الشاشة لبشاهدة الناتج والآن نستعرض الناتج على الشاشة ناتج الطباعة الأولى وهو عناصر القائمة وكم نلاحظ فهي مرتبة صعوديا من الأصغر للأكبر ناتج الطباعة الثانية وهو ناتج طباعة القائمة بعد إجراء عملية عكس عناصر القائمة وكم نلاحظ تم عكس العناصر حيث بدأت القائمة بالعنصر الأكبر انتهاءا بالعنصر الأصغر والآن نستعرض معا مجموعة من الأنشطة على درس اليوم نشاط واحد اختر الإجابة الصحيحة واحد الدالة التي تستخدم لحساب عاد مرات وجود عنصر محدد داخل القائمة والاختيارات هي sum append count والإجابة الصحيحة هي count اثنان عملية sort تقوم بترتيب عناصر القائمة والاختيارات هي تنازليا تصاعديا عكسيا والإجابة الصحيحة هي أحسنت تصاعديا ثلاثة لعكس عناصر القائمة نستخدم الدالة reverse sort remove والإجابة الصحيحة هي أحسنت هي دالة reverse ننتقل إلى نشاط اثنان اكتب مقطع برمجي بلغة بايثون يقوم بما يلي واحد إنشاء القائمة التالية وهذا القائمة باسم num وتحتوى على مجموعة من عناصر والآن ننتقل إلى لغة بايثون لقوم بكتابة التعليمات لبرمجية اللازمة لذلك نقوم بتعريف قائمة باسم num يساوي ومن ثم أقوات مربعة بينها العناصر وتفصل بين هذه العناصر الفاصلة والآن ننتقل إلى المطلوب الثاني حساب عادل مرات وجود الرقم عشرة داخل القائمة في البداية نقوم بتعريف متغير فنفرض هذا المتغير باسم y يساوي num وهو اسم القائمة dot count اسم الدالة اللازم لحساب عادل مرات وجود عنصر داخل القائمة ومن ثم العنصر وهو الرقم عشرة ثم نقوم بطباعة ناتج الدالة count على الشاشة والآن إلى المطلوب الثالث ترتيب عناصر قائمة تنازليا نقوم في البداية استخدام الدالة sort لترتيب عناصر قائمة وكما نعلم عزيز الطالب فإن الدالة sort تقوم بترتيب عناصر قائمة تصعوديا من الأصغر إلى الأعلى ولكن المطلوب تنازليا لذلك نستخدم الدالة reverse العكس عناصر القائمة وبهذا نقوم قد قمنا بترتيب عناصر قائمة تنازليا والآن نستعرض الناتج على الشاشة ناتج الطباعة الأولى وهو عادل مرات تكرار العنصر عشرة في القائمة وهو مرتان ثم بعد ذلك ناتج طباعة بعد القيام بترتيب عناصر قائمة تنازليا كما نلاحظ من الأكبر إلى الأصغر تعلمنا عزيز الطالب في هذا الدرس استخدام الدالة count في حساب عادل مرات ظهور عنصر داخل القائمة فرز عناصر قائمة باستخدام الدالة sort عكس عناصر قائمة باستخدام الدالة reverse وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم نشكر لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته